النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الثلاثاء الأول من تشرين الأول للعام 2024 نشرة جوية مفصلة عبر أثير إذاعة الثورة أهلا بكم مخفض جوي سطحي متمركز في أجوال البحر الأسود تصل امتدادته حتى تركيا وشمال غرب بلاد الشام يدعم علويا بكتلة هوائية باردة نسبيا نتأثر بأطرافها على شكل حالة من عدم الإخصار الجوي وذلك خلال الساعات الثمانية والأربعين القادمة ستكون الحالة ضعيفة بصفة عامة إلا أنها ستكون متوسطة الشدة على مناطق الساحلية وجبالها بناء على ذلك نتوقع بأن الله تعالى يكون تقصي اليوم الثلاثاء خريفيا مشمسا إلى غائم جزئيا حيث يتوقع أن تكون الفرص سانحة لأمطال متفرقة على مناطق الساحلية وجبالها قد تمتد باحتمال ضعيف باتجاه المناطق الداخلية تنخفض درجات الحرارة لتسجل ثمانا وعشرين درجة مئوية نهرا تصل ليلا إلى خمس عشرة درجة مئوية وتكون الرياح غربية نشطة عند ثلاثين كيلو مترا في الساعة بالنسبة لأجواء الأربعات تستمر الحالة عظم الاستقرار الجوي الضعيفة بالتأثير على المنطقة وذلك على شكل تقص خريفيا معتدل مشمسا إلى غائم جزئيا مع انتشار للسحب الماطل على مناطق الساحلية تحافظ درجات الحرارة على قيمة عند ثمانين وعشرين درجة مئوية نهرا تصل ليلا إلى أربع عشرة درجة مئوية وتكون الرياح غربية معتدلة عند عشرين كيلو مترا في الساعة الخميس تستقر الأجواء تشرق الشمس يتحول التقص إلى خريفيا مشمسا مستقر مع انتشار ضعيف لبعض السحب على مناطق الساحلية تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملقوظا لتلامس ثلاثين درجة مئوية نهرا تصل ليلا إلى ستة عشرة درجة مئوية وتبقى الرياح غربية هادئة عند عشرة كيلو مترات في الساعة في التوقعات متوسطة وبعيد من نتوقع بإذن الله تعالى نتأثر مطلع الأسبوع القادم بمرتفع جويا شمي مداري علوي يتسبب بعد مشيئة الله تعالى بارتفاع ملقوظ في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع القادم حيث تعود درجات الحرارة للانخفاض من جديد هذا كان كل ما يتعلق في تطورات الحرارة الجوية لقادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته